في كل حالات التي يسمح بها القانون مثلا شركة عندها واحد سيد تيمتلها أمام الإدارة لا يمكن أن هذه الشركة تتعطي حل مكتوب أن الشخص الفلان فلاني هو الذي يمثلني أمام المحاكم وأمام الإدارة إلى غير ذلك إذا لماذا مختلفة من البروكوراسيون التي هدرنا عليها؟ البروكوراسيون نحدد فيها كيف يمكن أن يدير الشخص يعني سنوكله في هذه وفي هذه ونحسبه له كيف يمكن أن يدير في بلاصنا وكيهضر بسميتنا في حين أنه اللي كيهضر بسميته ولكن المصالح اللي غدي يحقق كترجع لهذاك اللي نيبه إذن مثلا ممتل ديال المؤسسات ديال الإدارات إلى غير ذلك وكيما قلت المحامي مثلا فاش كينوب على واحد طرف معين اللي كيهتقاتل ما كيحددلوش عشنه ممكن يدير له بكيحددلوش الخطوات اللي غيرتابع ولا شنه هي الحاجات اللي غيرتفعلو عليها ولا هو تعرف مصلحته وتعرف الحقوق اللي غيرتفعلها باش كتحقق واحد المبتغة اللي إما التفقوا عليه أو ليا إما كيشوفوه إذن فوقش كنستعملو هادي عواد الأخرى فوقش كنستعملو النيابة عواد أنا هضرت على الوكالة هي جزء هي جزء من يعني ممكن تكون وكالة نيابة لكن نيابة مع عمرها ما تكون وكالة لأن الوكالة هضرنا عليها في الجزء الاتفاقي للنيابة أن النيابة الاتفاقية فقط هي اللي شبهناها بالوكالة وستنينها من نيقش ولكن النيابة أوسع أوسع لاش؟ لأن النائب تيوسع في الدفاع أو في النيابة دياله على الأصلي على الشخص اللي نيبه وبدون ما يقيد ليه الخطوات دياله وبدون ما يقيد ليه هشنو غايد دير